احنا داخلين بقى كده فضلنا مثلا من خمس دقائق وحتة صغيرة فلازم نخش نتكلم على حتة الحديدة اللي الطبقة دي اللي حياتك تحدست عنها الأقل تعليما والأقل دراسة والأقل وعيا بتسيب عيالها وهما بقى يعودوا ويشتغلوا على إنه زي يسلخ العيل ده من عيلته لإن الأسرة مجنناه ما هو معندوش أسرة هناك كله بيفك طبعا دي نقطة مهمة قوي من المخاطر الرئيسية لهدي التكنولوجيا إنها طبعا سهلة وصلة في ايدي الناس كلها صغير وكبير اي وده اللي بياخدنا إن احنا لازم عشان نقدر نبقى عندنا شكل مهم للدفاع المجتمعي عن المخاطر دي إن احنا يبقى عندنا استراتيجية وطنية لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر التكنولوجيا دي وكافية التعامل معها ويشكل من خمس جهات علماء الاجتماع خبراء أمن المعلومات ممثل عن جهاز الأمن الوطني ممثل عن جهاز المخابرات العامة ممثل عن جهاز المخابرات الحربية الخمس جهات دول أتصور إن هم لديهم القدرة على وضع استراتيجية وطنية لكيفية التعامل وزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر هذه التكنولوجيا وازاي نقدر نحصن المجتمع منها وازاي نقدر نعمل خطط بمختلف المستويات الاجتماعية والتعليمية وغيره لكي نصل إلى عقل الناس ووجدانها ونخليهم دايما شايفين إزاي يتعاملوا مع هذه التكنولوجيا إزاي يفرزوا اللي بيجي لهم إزاي يقدروا يبقوا هم نفسهم عناصر فاعلة لمجتمعهم عندما ذكرت المشاهير اللي بيجوا وينباهروا باللي موجود عندنا ذكرت إن دولة زي الهند بكل طبعا قوتها ومكانتها بتعمل شراكة استراتيجية مع مصر كل ده له دلالات دلالات لإنه الواقع بتاعنا قوي عندنا بلد قوية عندنا موارد قوية عندنا فرص مستقبلية كبيرة جدا المهم إن إحنا نؤمن بنفسنا نؤمن بقيادتنا نؤمن ببلدنا نحبها زيادة شوية معلش عشان نقدر نديها كل ما تحتاجها دي البلد من عمل ومجهود وطني يحقق الهدف ده لأنه لو كناش إحنا هنبقى مؤمنين بده مش هنقدر نوصله للناس لازم يبقى ده توجه استراتيجية معانا من المثقفين المتعلمين قادة الرأي الإعلام زي ما حدف بتعمل النهاردة في الحلقة إنه كل ده بيخلي المجتمع بينزيد من الوعي كل مرة بيسمع فكرة جديدة بمنظور جديد برؤية جديدة بتزيده معلومة المعلومة دي بتخليه عارف حضرتك بيبص البلده بعين الطائر من فوق شوي يمكن أنا دايما أنا ما باجي أشرح كده للطلاب بتوعي في الجامعة بقولهم المعلومات وخطورتها إنك كل ما يبقى عندك معلومات وإنت ما عندكش معلومات أنت وقف على الأرض فشايف قدامك طبعا كل ما المعلومات تزداد معاك كل ما أنت بتقدر تاخد صورة أوسعة فشايف صورة أوسعة فشوف بقى كل ما قدر معلوماتك ووعيك ومعرفتك يا زيد كل ما كانت رؤيتك للأحداث والواقع رؤية بعين الطائر كده متكاملة تقدر هنا يبقى عندك الإدراك الذي يحقق لك يعني الفهم والوعي والرضى تجاه بلدك وتجاه ما تقوم طب هاي فندم إحنا مثلا نستطيع يعني هم بيلعبوا زي ما حدك تفضلت على الناحيتين إن هو يتكرهك في مصداقية أي حاجة بتتقل لك طبعا مع إنه الرئيس دايما يا حزام حياتك تفضلت إنه يتكلم ببساطة ويشرح ويقول ويوضح والناس بتبقى راضية الحقيقة لما بيعمل كده لكن اللي مش عايز يسمع بقى أو اللي عمالي ينزل فيديوهات ضد القيادات السياسية بتاعتك وإنه بقى خلاص تاخد في دماغك زي زمان إنه طالما الحكومة قالت كده يبقى أكيد مش بيحصل كده وفي نفس الوقت بيلعب بقى على خطورة بقى مسألة الألعاب اللي بتاخدنا يعني في عيالنا ماتوا من الألعاب الإلكترونية دي طب هل أهل مصر تعمل إيه؟ يعني هل كمنع تعمل نفسها نت لوحده زي الصين مثلا مصر عاملة كده بس في الحاجات الحكومية جديدة في العاصمة الإدارية خليني أجاوب على شقيني السؤال بتوى حضرتك الشق الأول إنه هتلاقي حضرتك الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة المشروعات اللي بيتم إنجازها في الدولة بيتم الإعلان عن افتتاحها فوراً وليسها مسبقاً عشان يواجه الحك جزئية الحلاج بتقولها دي إنه يبقى فيه دايماً واقع مش عشان الحكومة بتقولها هيبقى مقلقة ولا عشان الدولة عايزة فيمكن الدولة بتقولنا إن فيه مشروع ومفيش وكان زمان كان بيحصل كده بقى زمان طبعاً ماهو دي برضو الإرث مراسة السابق اللي مخلي الناس عندها صورة ذهنية معينة وبالتالي هنا وعي القيادة السياسية فإنها المشروع بيتم الإعلان عنه وفقاً لافتتاحه عشان قادي الواقع ودي اللي بيتم والناس كل مرة تقول إيه ده مشروع بالضخمة دي معرفناش عنه ما جاهزوا لنجدش عشان أثبتلك إن هناك واقع دون فرصة للتشكيك ودون فرصة من حد يدخل ليديك أي صورة مغلوطة الجزء الثاني من سؤال حضرتك وده جزء خطير جداً 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 خاص بالألعاب الإلكترونية اللي ولادنا بيأخدوا فيها وقت طويل جداً الألعاب دي فيها مشكلة كبيرة جداً مشكلة خاصة بإنها ممكن تغير سلوك الأبناء تجاه إنه مثلاً يبقى البطل زي ما كنت قلت لحضرتك قبل كده إنه البطل في اللعبة حرامي وكلما الحرام يسر أكثر أه بالضبط الصغير عايزي بيتخاني لا يا حبيب أنا الحرام بالضبط فدي مشكلة والأم أو الأسرة سعيدة بس إحنا عملنا إيه سعيدة أنا ما كنتش لحضرتك سعيدة قصة إحنا خدنا الموضوع بهزار وبقينا نقول الجملة دي بهزار كتير جوه البيت عشان نقوله معقولة يعني الحرام يبقى هو البطل ولا إحنا عايزين نبقى حرامية فحاولنا يعني نقومها جزء آخر من الألعاب بيحرض على العنف بيخلي فيه جرأة على استخدام السلاح والعنف والقتل وغيره وتعذيب الحيوانات وخلافه فكل ده خطير كل ده بيغير سلوك وفيه جزء ده خاص بالعنف اتجاه الشخص نفس يعني اللي موته نفسه منتحر ودول بقى دي بقى بيوصل لمرحلة بعد ما هو بيعمل يبقى الألعاب دي هو بالذكاء الاصطناعي بيقدر يعرف منها اللي بيخش بقى عدد مرات أكتر ووقت أكتر وبيحقق ومستويات في النجاح اللي هو خلاص بقى تحت جناحه تماماً بيبدأ يستقطبه في ألعاب بقى أكثر إبهاراً هو مش بخش على أي واحد كده ويقوله تعالى ألعب معنا اللعبة دي لأنه طبعاً مش هيستجيب بسهولة بعد المراحل دي بيبقى عنده بقى شخصيات مؤهلة إنه يقدر يستقطبها بالذكاء الاصطناعي يدخلها في ألعاب بقى أكثر إبهاراً وأكثر خطورة ويبدأ يسيطر على عقله جزء في جزء في اللعبة لما يوصل للمراحل بيه حل إبهاراً في وقتنا خلص من غير معرف بيه حل والله أكيد فيه حل الحل إحنا طبعاً مش هنقدر نمنع الناس ونقولهم إحنا مش هنتعامل مع التكنولوجيا مش هنقدر نقول للناس إحنا محتاجين نقفل على نفسنا ونبعد عن العالم إحنا هنتعامل مع العالم وهنتعامل مع التكنولوجيا بس لابد أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه التكنولوجيا بالشكل الصحيح عشان نحمي نفسنا ونحمي أولادنا ونحمي بلدنا مشكرك يا دكتور جداً على وقت حضرتك وإن شاء الله لدينا لقاءات كتير لأن الوضوع محتاج تفاصيل أكتر كتير بإذن الله سعيد جداً موجودة مع أحد شكراً يا فندم جزيل شكراً لأستاذ دكتور يحيهاش مستاذ علم الاجتماع واستشاري برامج الحماية الاجتماعية والتنمية مشكركم ومشاهدينا وإن شاء الله بكرة حلقة كتيرة